أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح الشيسي وجه بمواصلة العمل على تطوير جميع المواني المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات وخلال تفقده لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية أكد مدبولي أن الدور الرئيسي لعملية تطوير المواني يهدف لتعزيز الرياضة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح عما حققه مشروع محطة تحيا مصر لتغلبه على تكاد دوس البضائع بالميناء وذلك من خلال تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات لتقليل زمن مكوت الحاويات وخطوات ربط لمحطة بالشبكة القومية لسكك حديد مصر